مع مرور الوقت تحرز قوات الجيش الوطني تقدما على مزيد من المواقع وتتصدى للعديد من الهجمات في محافظة الجوف فخلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة تمكنت قوات الجيش من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية خب والشعف بعد تصديها لهجمات الميليشيا على معسكر الخنجر هجمات حاولت الميليشيا من خلالها استعادة السيطرة على المعسكر الذي يتحكم بعدة طرق رئيسة في مديرية خب والشعف التي تشكل ثلثي مساحة محافظة الجوف المحادية للحدود السعودية منطقة الجوف منطقة واسعة جدا وهناك تطورات في أماكن متعددة وهنا بيقع صد هجوم وهنا بيكون هجوم ولكنها لا تبالي وسائل الإعلام لأنها منطقة واسعة المعارك تزامنت مع غارات عدة لمقاتلات التحالف استادفت مواقع وتعزيزات الميليشيا في منطقة الظهرة بمديرية برط فيما تشتعل المواجهات في العقبة وحول جيوب الميليشيا بمديريات الزاهر والحميدات جنوب المحافظة وبالعودة إلى ما تحقق على الأرض يكون الجيش قد حقق أسرع تمدد له مقارنة بالفترة الماضية وذلك بالسيطرة على مساحة تتياوز 80% من جغرافية محافظة الجوف أدعو الشرعية والتحارف أن خط تحرير صنعاء من الجوف هو الحط الحقيقي والواصل بإذن الله المواقع الجديدة تضع الجيش الوطني أمام نقطة تحول في مسار المعركة الفاصلة لكن متطلبات الحسم تبدو غير متاحة حتى الآن بالنظر إلى أولويات الجيش الوطني والإمكانات المتاحة للمنطقة العسكرية السادسة التي تطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام على اعتبار الجوف الجبهة المحادية لمعقل الحوثيين في صعدة ترجمة نانسي قنقر